لأن أحلف عشر مرات بأن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة واحدة بأنه ليس بحي هذه المقولة قالها الصحابي أبو ذر رضي الله عنها فمن هو ابن صياد هذا اللي خلى الصحابة يتأكدون بل يحلفون بأنها المسيح الدجال طبعا هذا الشخص غريب جدا بحثت في موضوعه وجدت الغرائب والعجاب فهو قابل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة بل النبي صلى الله عليه وسلم تخبى لها يعني تخفى في الخفاء عشان يتأكد إيش أمر هذا الشخص وكان وقتها ابن صياد هذا صبي لازال صغير بل ابن صياد هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتفخ جسدها إليه نسد الطريقة يعني انتفخ إليه نسد على الناس في اليوم راح نحكي قصة ابن صياد من البداية الى النحاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ومأوانا ومأواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله نكون بخير واموركم إن شاء الله طيب شيء دائما يتبادر على أذهاننا هل العرافين والكهنة يعرفون الغيب؟ طبعا هذا الشيء لازم نعرفه قبل ما ندخل في القصة الحين لو تروح عند عراف أو كاهن تلقاه يتكلم ببعض الأمور الغيبية وبعض الأحيان فعليا تصير فهل الكاهن والعراف يعرفون الغيب؟ ولا إيش القصة وراه؟ وكيف هذه المعلومات فعليا توصلها؟ زي ما وضحنا في المقطع اللي راح بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمر يوحي هذا الأمر للملائكة فيغمى على جميع الملائكة ما هذا من اختار الله سبحانه وتعالى أن يسمع هذا الوحيد وهم الملائكة المقربين في السماء السابع فأول ما يفيقون الملائكة الباقين يروحون للملائكة المقربين ويسألونهم ماذا قال ربكم في الملائكة المقربين هذولا يقولوا لهم أمر الله سبحانه وتعالى فالملائكة تناقلون هذا الأمر إلى السماء الدنيا وفي السماء شياطين اسمهم المرادة كانوا المرادة هذولا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم يتجولون أول أربع سماوات اللي هي السماء الدنيا والثلاثة اللي فوقها أما أول ثلاثة سماوات اللي هي السماء السابعة والسادسة والخامسة فكانت غير مقفلة للمرادة قبل مولد عيسى بن مريم فبعد ما ولد عيسى بن مريم تقفلت أول ثلاثة سماوات ألمهم أن بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم تقفلت السماء الدنيا فصاروا المرادة يستمعون من السماء الدنيا يستمعون إلى الملائكة وهم يتناقلون أمر الله سبحانه وتعالى هذا إذا ما شل الشهاب مرسل من الله سبحانه وتعالى وسبحان الله الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء المرادة يكذبون كثير فيدعون هؤلاء المردة بأنهم ملائكة من السماء ويخدعون حتى الكهنة والعرافين فيعتقدون الكهنة والعرافين بأنهم ملائكة تحضر وأنهم مقربين من الله تعالى الله عن كذبهم ولأنهم متخصصين في الكذب حتى في الوحي هذا يكذبون يكذبون معه مئة كذب فيختلط على العراف والكاهن الأمر يختلط عليه الأمر ما بين الحق والكذب فكذا عرفنا كيف يجيبون العرافين والكاهنة هذه المعلومات الحين نيجي إش الفرق ما بين العراف والساحر العرافين والكاهنة يأتون بالأخبار فقط أما السحرة فهم معتدين أصحاب أعمال شريرة مثل قتل وتفريق وأمراض بين الناس فالساحر صاحب أفعال أما الكاهن صاحب أخبار فقط خذلك شي تاكله ولا تنسى تابعني على كل السوشيال ميديا أكتب أنس أكشن وبإذن الله العلي العظيم رح أطلع لك منذ من طول بسم الله نبدأ شخص غريب يقال لها ابن صياد واسمها الحقيقي صافي بن صياد أو عبد الله ابن صياد وهو رجل من أهل التوراة لأنتوا عارفين واللي كانوا عايشين في المدينة قيل طبعا بأنها أسلم أو إنها ادعى الإسلام كذبا يعني منافق وكان هذا الشخص يمارس الكهانة وقيل بأنه بقي على ديانته ولا دخل الإسلام أبدا ولكنه بقي في المدينة كان ابن صياد لها أم وأبو عجايز وكبار في السن وكان قبل ما يجيبونه يأسوا تمانما بأنهم يجيبون أطفال كانوا كل مرة يحاولون ويفشلون وجلسوا ثلاثين سنة وهم يحاولون ويفشلون الأم تحمل وتسكت تحمل وتسكت لأنها كبيرة في السن وبعد الكثير من المحاولات وبقدرة قادر أنجبت الطفل بس هذا الطفل كان من صغره عجيب كان عجيب جدا فمنه صغير وهو يتكهن بأمور وفعليا تصير وكانت صفاتها الخلقية شبيهة بالمسيح الدجاني فكان هذا الطفل منه صغير والمرضة يلعبون عليه ويقولوا له أنه نبي فكان يتكهن والقريبين منه ينصدمون بأن بعض الأمور اللي يتكهن فيها فعليا تصير وأمر هذا الطفل بدأ يتوسح أكثر وأكثر وبدأ يدعي هذا الطفل بأن له ملائكة له ملائكة يتكلمون معه زي ما قلنا أوصاف الكهنة قبل كذا وكيف أن المرضة تلعب عليهم وبدأ هذا الطفل يقول بأنه أمره من السماء ولشبه هذا الطفل بالمسيح الدجال وبخلقة المسيح الدجال شاع بين الصحابة والمسلمين أمر هذا الطفل وكيف أن بعض أهل المدينة من دعاف الإيمان انفتم فيه وبدأ يصدق بأنه يكلم الملائكة هذا الأمر اللي يخلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه له بنفسه فراح النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة عشان يشوفون إيش وضع ابن صياد هذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وراه الصحابة كلهم يمشون ماشي سريع وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جنب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ذراعها الأيمن قرب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن صياد كان ابن صياد وقتها واقف ومقفي للنبي صلى الله عليه وسلم فقرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وضرب على كتفه فالتفت ابن صياد إلا النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد بأني رسول الله ففي موقف صادم قال ابن صياد نعم نعم أشهد بأنك رسول الأميين مو رسول العالمين رسول الأميين فقط ويقصد ابن صياد فيها بأنه رسول اللي ما يعرفون يقرونه ولا يكتبون وقيل بأن الأميين هم العرب يقصد بها بأنه رسول العرب وقيل نسبه إلى أم القرى بعد ما أقرب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بكل بجاحة قال أتشهد أنت يا محمد بأني رسول الله وهنا اتضح للصحابة بأن هذا الرجل فعليا يدعي النبوة بكل بجاحة يدعي النبوة أمام رسول الله تأكد الصحابة بأن كل الأخبار اللي وصلتهم صحيح خلص ابن صياد من آخر حرف بعدها بدل جد فرضه النبي صلى الله عليه وسلم رضه وقع منها يعني دفعه دفعه قوية وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله ورد النبي صلى الله عليه وسلم هنا مليان بالحكمة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وإني رسول الله فقط بل قال آمنت بالله ورسله يعني إن كنت رسول من الله فعليا صادق غير ملبس عليك الأمر من المردة فآمنت بك وإن كنت كاذبا خلط عليك الأمر من المردة فلا بعدها بدى النبي صلى الله عليه وسلم يختبرها اختبار يبين للصحابة إن هذا كاذب ومشعود كلامه بأنه نبي هذول مرده يكلمونه يدعون بأنهم ملائكة وهم شياطين مرده من الجن فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى إيش اللي تشوف من النبوات كيف أمر النبوات معاك فرد ابن صياد رد كب عشاه كامل للصحابة يعني بين للصحابة بأنه كاذب ومشعود فقال يأتين الصادق والكاذب الملائكة يكذبون الصحابة يعرفون بأن الملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون والملائكة لا يكذبون وهنا انفضح أمام الصحابة وإن الكاهن يأتيهم الكاذب والصادق من المرد أما الأنبياء فلا ينطقون عن الهواء كل أمرهم وحي من الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر يعني ملائكتك يكذبون مرات ويصدقون مرات يعني واضح الأمر أنهم شياطين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يختبره اختبار أشد يبين كذب وكهانة هذا الصبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة يعني في صدري شيء شيء داسة لك أنت هل تقدر تحدثني بما في صدري؟ وفي رواية ثانية في مسند أحمد ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خب في صدره آية والآية هذه في سورة الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فانتظر ابن صيات وهو يحاول يتصل مع مرضته هؤلاء فقال ابن صيات بعدها هو الدخ وقف وبدأ يحاول مرة ثانية ويقول له هو الدخ ما يقدر ينطقها كاملة وكأنه ما يقدر يستطيع يكمل الكلمة كان يبغى يقول هو الدخان بس خانه شيطانا وما قدر يجيب له من الآية كاملة إلا ذولة الحرفين وهذه من طبائع الشياطين ليست من طبائع الملائكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعد قدرك يعني مقدارك كاحن فقط تستخدم الشياطين والمرضة يدلسون عليك ويتخبطون بك بين الحق والباطل ولا بتوصل مقدار الأنبياء اللي أمرهم وحي من الله ولا مقدار حتى الصالحين اللي يلهمهم الله سبحانه وتعالى بس فجأة بعد كلمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بصوت سيف يخرج من غمده عمر بن خطاب طلع سيفه ناوي قصة نصفين فقال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه يا رسول الله أضرب عنقا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن يكنه لا تسلط عليه يعني إن كانه فعليا المسيح الدجال فليس لك يا عمر عليه سلطة يعني ما بتقدر تقتلها لأن اللي يقتل عيسى بن مريم مو أنت يا عمر طيب إن لم يكنه يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله وفقط كاهن لعب عليه الشياطين يعتقد بأنهم ملائكة من الله سبحانه وتعالى وأمره مو مثل السحر يضر الناس مو مثل الساحل يمرض الناس ويفرق بينهم وبين أزواجهم وفي حالات صعبة يقتله هو فقط رجل ضال فالنبي والصحابة رضي الله عنهم لا يعلمون عنه إلا أنه كاهن فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يعلمون هل هو كاهن فقط أم كاهن وساحر لأن الساحر يؤذي البشر فبعد هذا الحدث توجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبي بن كعبة كان قصدهم يستمعون لابن صياد يستمعون له على غفلها وهو يتكلم مع نفسه في الخلاق عشان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع من كلامه مع نفسه ويعرف هل هو فعليا المسيح الدجال أو إنه كاهن فقط أو كاهن وساحر لأن حتى أمر الساحر مؤذي للناس فكان ابن صياد مستلقي على الأرض وفعليا يتمتم بكلمات لا تعرف كلمات شعودة وطلاسة فأول ما قربوا منها بدوا يتخبون خلف جذوع النخل عشان ابن صياد هذا ما يحس فيه لكن اللي ما كان يعرفونه بأن أم صياد نفسها كانت مع ولدها فنادت عليه يا صافي يا ولدي صافي هذا محمد يعني سكت فسكت ابن صياد عن كلامه والتفت بسرعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن يعني لو تركته أمه وما علمته عنه لأظهر لنا من حاله شيء يبين لنا حقيقة أمره هل هو كاهن وساحر أم كاهن فقط طبعا مرت السنين والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كبر ابن صياد وأصبح رجل وكبرت ذراعي يعني سار رجل مقتدر مو صبي زي زمان كبر بالسن وبدت ملامح الرجول عليه ومن الأشياء اللي كبرت وطلعت بعد هي عين فأصبح هذا الرجل ابن صياد أعور العين وجاه حض العين خرجت عينه فأصبحت مثل الكوكب يعني باختصار مثل وصف المسيح الدجا طبعا المسلمين من أول كانوا شكين في ابن صياد هذا مو مرتحين في يوم أصبح أعور انتشر خبره بأنه هو المسيح الدجال فعليا بين الصحابة وأهل المدينة كاملين وكل هذا بسبب أن عينه صارت عوراء يعني جحضت عينه فصارت صفاته مثل صفات المسيح الدجال في يعني صار هو الترند الأول في المدينة صار الجميع يتكلم عن ابن صياد ففي يوم من الأيام كان ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده ولد اسمه عبد الله اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب وكان هو شديد وقوي يعني فيه من صفات أبوه القوة والصلابة وكان شخص حامي وعصبي فبعد انتشار هذا الخبر وإن ابن صياد صار أعور رضي الله بن عمر سمع بهذا الخبر كان من الناس اللي فعليا وصل له الخبر بأن ابن صياد أصبح أعور فكان من الناس اللي كان يعتقد فعليا أن ابن صياد هو المسيح الدجال فبقدرة قادر التقى عبد الله بن عمر مع ابن صياد في طريق من طرق المدينة بالصدفة تلاقوا فعبد الله بن عمر رضي الله عنه أول ما شافه مات مالك نفسه وكان عصبي قابل عبد الله بن عمر وكانت بيدها عصب وكان يعتقد أنه فعليا هو المسيح الدجال فعبدالله بن عمر رضي الله عنه أول ما قابل ابن صياد نزل فيه ضرب بدأ يضرب فيه يمين ويسار وهو موحس بنفسه لأنه كان شخص عصبي وكان فعليا مصدق بأنه المسيح الدجال يعني تخيل أنك تقابل المسيح الدجال يا شيخ أنا بأنزل فيه ضرب الله مدري الحقيقة يعني المسيح الدجال ممكن يكون عنده خوارق يعني المهم أنه نزل فيه ضرب ويسار يتكلم فيه ويضربه بالعصى وهو موحس بنفسه حتى أن العصى انكسرت فيقول عبدالله بن عمر رضي الله عنه فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى انكسرت وهو موحس بنفسه بس وهو يضربه فجأة إلا ابن صياد ينتفخ ينتفخ أمام عيون الجميع بدأ ينتفخ ويكبر حجمه وينتفخ حتى أنه سد الطريق على الناس من كبر انتفاخه أعوذ بالله وقيل هذا محمول على حقيقته يعني فعليا هذا الشيء صار ويكون هذا أمر خارق للعادة في حق ابن صياد ويكون علامة من علامات أنها المسيح الدجال لهو أما الاحتمال الثاني أنه يكون ذلك من آثار السحر يعني من آثار سحرة يعني الشياطين باختصار نفخته يلي أصبح بهذا الحجم المهم أنه بعد هذا الموقف انطلق عبدالله بن عمر إلى أم المؤمنين أختها حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها الموقف كامل فقالت له رحمك الله ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يخرج من غضبه المسيح الدجال فعليا في آخر الزمان يخرج من غضبه يغضبه يجعله يخرج من وثاقه والله أعلم أن الغضبه هذه تكون بسبب خروج المهدي وكيف أن المهدي يهدم كل اللي بناه إبليس طيلة هذه السنين وبسبب أن المسيح الدجال يخرج بعد ظهور المهدي فالعلم عند الله سبحانه وتعالى إلين هنا وصلنا لنهاية قصة اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى رح يكون حلقة خاصة للمسيح الدجال عن صفاته ومتى رح يخرج وكيف بيخرج ومن سيؤازره ويكون معه أتمنى أن الحلقة نالت على عجابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب نشوفكم على خير وبتوحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة